السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت في مدل 1 يلا بنا نبدأ المنهج الجديد ونشوف بيتكلم عن ايه في السعينس اول حاجة بيتكلم عنها حاجة مش جديدة علينا هو بيتكلم عن الماتر الماتر هي عبارة عن ايه؟ هي anything that has mass and volume يعني ايه mass and volume? يعني ليها mass ليها amount, volume يعني occupied the space. يبقى الماتر anything that has mass and volume. ماذا؟ الماتر كم العلوم، كم الناس نشأات، كم الناس كالنا تحضر كم الكامل كم الك vi كم عالا، كم الناس كم الناس كم الناس طيب المالكولزي كنسيسس او��اة, تب خلينا كدة نشوف لو انا معي كدة بوتول الفوتر يبقى البوتل الفوتر دي كالايه? امات tou اتقنسيس سو中共 لو انا تخيلت كدة شكل المالكولزة هي بالشكل بس دي كدة المالكولز الفوتر. وacağızنا دائما نعرفين ان الووتر هي ايهو�드 O ? ايهو ايدي culminتش واث متعايه واثلو يبقى الووتر دي شكل المالكولز ايه هو ال H2O ايه دي H وهتش يعني اتنين ال H و ايه دي O يبقى الووتر بشكل ودي كده الماليكيز بتاعت الايه بتاعة الووتر طب الماليكيز بتاعت اي متر تانية لأ بتكون يعني ممكن اقول مسلا ان دي كده كده بتاعت متر تاني طيب لو انا دخلت كده جوه الماليكيز بتاعت الووتر دي هلاقي نهي يعني الوحدة بس من دول هي الدايرة من دول تعتبر ايه تعتبر اتوم يعني دي هايدروجين اتوم دي هايدروجين اتوم ودي اكسجن اتوم طب لو خدت الموضوع على اكبر شوية وعايز اشوف مثلا حاجة زي السفينكس اللي هو ابو الهود بيتكون من ايه بيتكون من طب اللايمستون روكس دي بتتكون من مادة ايه من مادة الكالسيوم كاربونيت طب لو حبيت اعمل موضل الكالسيوم كاربونيت هلا ايه شكله عامل كده هو عبارة عن سي ايه اتوم سي واحدة كاربون وسري اكسجن تمام ايبقى ده كده شكل التاعة الكالسيوم كاربونيت ايه دي ايه و جية وتلاتة اول يبقى اية متر كومبوز او موليكلز والموليكلز كومبوز اوف ااتوم زي ما قولنا ان الى سفينكس كونسيسني اضاً لايمستون ريكس الليمستون كونسيس نفكالسيوم كاربونيت موليكلز زات كومبوز اوف اتوم يبقى اظهر حاجة انا باتكلم عنها هي الاتوم يبقى الاتوم هي عبارة عن ايه احنا اخذنا في جينيور سيكس ان السيل هي طيب ايه هي الاتوم طيب هي الاتوم فعلا زي ما انا ورتها لكم كده هي حاجة ان احنا نقدر نشوفها عادي لا الاتوم دي حاجة طغيرة جدا لو رجعنا للهيستري تاع الاتوم اول حد تتكلم عن الاتوم هم مين هم بتكون انفزبول يعني حاجة مش بنكون شايفنها طيب في ساينتست تاني اسمه ايرنست ريزرفود وساينتست تالت اسمه دالتون دا ال ايه ودا ال ايه هقول ان ريزرفود هو ميد ذا فرست موضل او الاتوم طيب دالتون عمل ايه عمل ذا فرست ساينتفك تيوري اللي هي ايه الاتوم كان بي ديفايد يعني الاتوم ما تتقسمش هي اصغر حاجة يعني عشان هي تتقسم لاصغر منها ماذا عن الاتوم الاتوم قنصت صوف 2 مين بورتز يعني لو دخلت و شفت كده الاتوم بتاع الاتوم حلقية قنصت صوف 2 مين بورتز جزئين اساسين الجزء الاول موجود في الاتوم اسمه نيوكليس الساكند بورت هو الالكترون يبقى الاتوم قنصت صوف نيوكليس الموت بورتز انه طغيرة جدا مبودة قوى الاتوم بايد الموت يتقسم داخل حاجة موت بورتز موت بورتز موت بورتز موت بورتز موت بورتز موت بورتز ويوجد رجال بغيب جدا لو عايز أشوف كده الأتم حجمها قد ايه أو النوكليس تحديدا حجمها قد ايه تحديد حجمها قد ايه تحديد حجم الهاتف تحديد حجم الهاتف وفي حجم الهاتف يبقى انا عندي كم نظر في العدد أو في الهاتف بقول عليهم subatomic particles يعني ايه subatomic particles يعني size بتاعهم smaller than the atom. ايه هما الparticles دي? هي البروتون النيوترون and electron. طب which is of them bigger than the other? حلا ان الinside the nucleus اللي هما قوه النيوكليس اللي هما البروتون والنيوترون has larger mass than electron. يبال الالكترون has very very small masses when it compared with the mass of of proton and neutrons. لو عايز اعمل الكمبير ما بين three subatomic particles يعني ما بين البروتون والنيوترون والالكترون هلاقي ان البروتون اللي تشورج السيمبل بتاعها بي واللي تشورج عندها positive charge. طب النيوترون السيمبل بتاعها انه عندها ان السيمبل بتاعها والشورج بتاعتها بتكون neutral او بقول عليها زير التشورج. اما الالكترون يتاكز السيمبل اي والشورج بتاعتها negative. طب what about the size? الصيز بتاع كل واحدة هلاقي ان الصيز بتاع او الماث بتاعت البروتون equal the mass of neutrons. but the mass of electron is very very small when it compared with them. the mass of atom او subatomic particles the measured by unit called u. تمام? اللي هي اليونت. يبقى انا حلاقي من التابل اللي فات ده كده ان البروتون والنيوترون equal in magnitude but different in type. طيب بالنسبة للماث of atomic particles the measured by unit called u. طب the mass of electron is negligible when it compared with the mass of proton and neutrons. طيب. اه لو انا عايز الريشيو ما بين الماث of electron the mass of electron to the mass of proton. يعني اي ريشيو between the mass of electron and the mass of proton. ان انا حشوف الماث بتاعت الالكترون divided الماث بتاعت البروتون. طب الالكترون الماث بتاعتها رقم صغير divided الماث بتاعت البروتون اللي هي رقم كبير فيبقى الناتك هيبقى less than one. طب لو عايزة الماث of proton ratio between the the mass of proton to the mass of electron. يبقى الone يعتبر رقم كبير بالنسبة للone over one thousand eight hundred thirty six. فهيبقى more than one. طب لو عايزة الريشيو between the mass of proton and the neutron. يعني one over one هتطلع بone. هي عندي three give reason مهمين جدا 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 من الجزء اللي تكلمنا فيه عن الاتوم. اول واحد فيهم لما يقول لي the mass of atom is concentrated inside the nucleus. يعني ايه the mass of atom concentrated inside the nucleus? يعني اكتر حاجة موجودة او اكتر تقل موجود في الاتوم موجود inside the a? inside the nucleus. اكيد الجدول اللي فوق جاوب لنا عالكلام ده. ليه? هقول او لو قلت العكس صح. ان الماث بتاعت البروتون and neutron more than the mass of electron. ده كده الفرست اكواتشن. الساكند اكواتشن لو هو بيتكلم على الماث بتاعت النيكليس نفسها. النيكليس اللي هي فيها ايه? فيها بروتون وفيها نيوترون. يبقى النيكليس نفسها بتاعتها هتبقى بوزيتف. يبقى لو قال لي give reason. the nucleus has a positive charge. ليه هي عندها بوزيتف اتشورج? هقول او عشان هي عندها بوزيتف بروتون. because it contain positive proton. طيب لو باتكلم على الاتوم بقى كلها فانا دخلت الالكترون معي في اللعبة. فلو قال لي give reason the atom is electrically neutral. ليه الاتوم نيوترون? او هقول له because the number of positive inside the nucleus equals the number of negative electrons that revolve around the nucleus. اتفقنا مع بعض ان الالكترون revolve around the atom in energy level. طيب ايه هي بقى الانيرجي ليفل دي? لو هي دي كده النيكليس. فالانيرجي ليفل هي الموجودة ايه? وراه. بس بتبقى في شكل ايه? في شكل سيركلز. طيب يبقى الانيرجي ليفل هي عبنى عن ايه? هي passes of the electron around the nucleus. لسي المكان اللي بيليفي في الالكترون الراون زي ايه? الراون زي نيكليس. طيب زي number of energy level كام عددهم? seven energy level. seven energy level. الفرست k. second l. بعد كده m. n. o. p. q. ملاحظين ان الفرق كده ما بين الكي والل اكبر مثلا ما بين الفرق ما بين الفي والكيو. الكلام ده هنتكلم عنه دلوقتي. انا عندي في البداية. ال k energy level هو ده اللي عنده lowest energy. عنده lowest energy. كل ما ببعد كل ما الانيرجي بتايه? بتزيد. تخيل نفسك بتلف كده حوالين دايرة. محتاج energy اكتر لو بتلف في دايرة صغيرة ولا لو انت بتلف في دايرة كبيرة? اكيد طبعا لو بتلف في دايرة صغيرة الانيرجي اللي هتعملها اقل من الدايرة الكبير. فحنا نفتكر مع بعض الكي ده قريب من النيفنس. فبيلف في دايرة صغيرة. فهو ده اللي عنده ايه? lowest energy. طيب كل ما ببعد كل ما الدايرة بتكبر كل ما بيحتاج energy ايه? energy اكتر. والانيرجي بتاعت الـ الانيرجي بتاعت الكيي مثلا هي لها نفس الانيرجي بتاعت الالكترون اللي موجودة في الايه? اللي موجودة في الكيي. طيب جد exponبتة باقا في الانيرجي بين energy veves. ده بيحصل له ايه? بيحصل له ايه? بيحصل له ايه? يا gue away from the nucleus що الديفرنس اللي هو الفرق. الفرق في ايه? при الانيرجي لكن الانيرجي نفسها بيحصل لها ايه? بيحصل لها inbeing طبعا الجراف ده بيبين لي ان الان لو الان هنا عندي هي وان على حسب الرول اللي انا بعمل ديها في الانيرجي فحلاقي ان الانيرجي بتاعته اللي هو في الاي في السيركل اللي هي لومها احمر الانيرجي بقى بتاعت الانيرجي التاني اللي هو الال طبعا في الفرق ما بينهم ايه اكتر يبقى معنا كده ان الانيرجي هنا بتاعته بتزيد كل ما ببعد عن النيكليس كل ما بيقل الفرق في الايه في الانيرجي طيب لو انا معايا اي اطوم بيبقى لها من الالكترون فانا محتاجة اعمل لها يعني ايه يعني توزيع يطلع حط الالكترون زي كده في اي انا عايزه قال لي لا هو في رول للالكترونيك كونفيجراشن ولا او بتاعت الالكترون في الانيرجي ايه هي الرول دي اسمها طيب الان زي عبارة عن ايه الان هي نومبر الانيرجي لدي يعني انا عندي الالتو الان فور وهكزا فانا كل مرة حشيل الان وخط مكانها الرقام بتاعه يعني مسلا انا عايزة اللي هو الالكترونيكول ايه هي الرول بتاعتي بس هشيل الان واخط one. يبقى two times one power two. هيدينا في النحية ايه? two electron. لان one power two هي one time is one. يبقى one time is one time is two. هتطلع ب two. طب ال ال energy level ده رقمه اتنين. تمام? فال ال ال هيبقى بال two power two two times two power two. يعني two times two. هتبقى four. four times two. تبقى ب eight electrons. الام energy level ده رقمه اه three. فبشي للن وخط three. two times three power two. three power two. يعني three times three يعني ب nine. يبقى two times nine equal eighteen. وهكذا بالنسبة للن. two times four power two. الفور باور تو يعني four times four by sixteen times two. هتدينا thirty two. الرقم دي نوت ابلايز ات مور زان فورس انرجي لبل ما ينفعش اطبقها على اكتر من الايه? من الفورس انرجي لبل. ليه? قليه عشان الاتوم هتبقى اتول بي انستيبل. هتبقى انستيبل يعني هيبقى مش الالكترونز مش هينفع ان هي تليفي فيها كلها اكتر من سيرتيتو الالكترونز نفس الليفن. هيحصل لها ايه? دي سيرفنز. هنتكلم بعد كده عن اي الامنت الساينتست قاله بدل معه ده اكتب كده اسم كل الامنت طويل وممكن يبقى الموضوع مطعب بالنسبة لنا لما نيجي ناخد بعد كده كده. فقاله خلينا نعمل حاجة سهل علينا الموضوع ده. ايه هي الحاجة دي? ان احنا نبتدي نعمل الالامنت دي سيمبل. طب ماشي كل واحد تحامل بقى سيمبل على مزاجه نقول واحد يخط للكاربون حرف والتاني فط حرف تاني وتالت قاله لأ هو في عندي رول لازم امشي عليه. ايه هي الرول دي? قال لي ممكن السيمبل بتاع الالامنت يكون او ممكن يكون تو لاتر. هو لو كان لاتر فلازم اللاتر دي يتكتب زي ايه? زي الكاربون سي زي الهايدروجين اتش زي الاكسجين او. تمام? طيب لو كان الالامنت حرمز له تو لاتر فالفرست لاتر لازم يكون كابيتل والساكن دي يكون زي الكالسيوم يبقى سي ايه المجنيزيوم يبقى ام جي مش بس كده قال لي كمان ان بداية تفكيرهم في موضوع السيمبل دي كان من زمان جدا وكنت اصل اللغة الانجليزية هي اللغة الايه? اللغة اللاتينية. فالسيمبلز تاعة الالامنت اصلها مشتق من اللغة اللاتينية مش من اللغة الانجليزية. فبالتالي هلاقي بعض الالامنت كده اساميها السيمبلز بتاعتها مختلف عن الاسم المعروف عنها باللغة الانجليزية. زي ايه مسلا? زي السيمبل بتاعه ان ايه? ليه? لان اصل كلمة باللاتيني اسمه ناتريم. نفس الكلام كي لان اصل كلمات اسمها وحلائل اي جي اصل الكلمة باللاتيني وهاجب. تمام? مهم جدا لنا طالما احنا بدأنا ان احنا نحفظ الكاميكال سيمبلز. الكاميكال سيمبلز دي مفيش نقواش فيها هي لازم بتكون حفز. وحفزها سهل مش صعب يعني عادة مسلا انا ببص على الالامنت اللي عندي لو ساي مسلا هو كاربون فانا اخدت بتاعه فيه. طب فيه عندي الكالسيوم هو اول حرف سي فهو اخده مش بوان لاتر. لو احنا اخدنا السوليوم ايه? فحلا ايه ان النيون ايه. فما فيش اتنين سيمبلز شبه بعد لنفس الايه? لنفس الالامنت. هنطلع المختلفين اللي هم فيهم الديفرنس ينباتل نايم ديفرنس فروم انجليش نام. وعن البتدي ان احنا نكتبهم هي بتتحفظ بالكتابة بالتكرار وبالكتابة. هننقل بعد كده للسيمبل بتاع اي الامنت لو افترضت ان الاكس دي هي سيمبل بتاع اي الامنت. تمام? طيب بيتكتب لها ال ايه هو الماس نمبر والزد يعتبر اسمه الاتوميك نمبر. يبقى اي الامنت ليه يبقى الزد الاكس دي هي تعتبر السيمبل بتاع الايه? بتاع الامنت اللي عندي. هقول مثلا عندي لو انا اخدت الان ايه? الان اي ده سيمبل اف وات? سيمبل اوف سوديوم اف. تمام? فيه نمبر بيتكتب تحت ولا يكون مسلا هنا الرقم بتاع السوديوم هنا الاليبن. الاليبن هنا رمزنا له بالايه? بالزد. وده بيمثل ايه? حاجة اسمه اتوميك نمبر اتوميك ايه? اتوميك نمبر. طب ايه الاتوميك نمبر وايه علاقته بالكلام اللي ندرسنيك الاتوم قبل كده. قلي الاتوميك نمبر ده هو نمبر البوزيطين نمبر البوزيطين بيه? بروتون اللي احنا قلنا عليه برضو. ايكوال نمبر النيجاتيف الكترون. طيب الرقم اللي فوق هو هنا في السوديوم 23 بسميه ايه? اللي احنا رمزنا له بالايه? قلنا عليه انه هو ده اسمه نمبر. طب هوا نمبر ايه? قليه ان الماس نمبر هوا رقم حاكتين بالاصبع. رقم يبقى دايما من الرقم اللي يبقى اكبر فهو لو قال لي ليه طب لو شغلنا مخينا شوية كده وفكرنا لو هو عطونا مثلا Watts بتاع الائم انت كده فيinde نمبر فتاعه عايز نمبر نيترون نترون هحسب نمبر نيوترون دا ازاي طب سهلة جدا اننا باللوقتي عندي الاتوميك نمبر هو بروتون ال ماس هو بروتون ونيوتون يعني لوато ranging ماينس الاتوميك подготов Eles كده هطلة المبر ايه نمبر نيوترون يعني انا لو قلت انيةس هي السيمبل يبقى الماس نمبر هو الزد هو نمبر الله ن disco nda زي ما قلت هو number البوزيتف بروتون and number of neutral neutrons. يبقى الماس نمبر ليه اسمه تاني اسمه number of neutrons. تمام? طيب الاتوميك نمبر اللي هو A هو number positive proton that equal the number of negative electron. يبقى A هي البروتون plus النيوترون لان ال A بتمثل ال ايه? تمثل الماس نمبر. تمام? الزد equal the number of proton that equal number of electron اللي هي اللي تحت الاتوميك نمبر. طب نمبر النيوترون هي ال A مينس الزد. هي عندي جزء اخير كده حاجة اسمها يعني ايه ايزوتوبس? الايزوتوبس دي بالعربي كلمة معناها نظائر. يعني ايه نظائر? يعني حاجات شبه بعض. يعني ايه حاجات شبه بعض? يعني هو عندي نفس الاتوم بس هي similar في حاجة و different في حاجة تانية. يعني سايه مسلا انا هيخد الهايدروجين الهايدروجين الاتوم هي تلاتة عندي او three isotopes للايه? للهايدروجين. واحدة فيهم one one والتانية one two والتالتة one three. طيب ايه ده هما مش التلاتة هايدروجين? اوه. بس بقول عليهم التلاتة. هايدروجين ايزوتوبس. هايدروجين ايزوتوبس. they are similar in what? they similar in? هم? atomic number. but they are different in mass number. طب ليه هما مختلفين في ايه? في رقم النيوترونز. يبقى ايه هي تانية? هي عبارة عن atom with the same atomic number. هي الاتوم عندها نفس الاتوميك ايه? number. but they are different in mass number. طب هما ليه مختلفين في ال mass number due to the number of A of neutrons. طيب هي الهايدروجين ايزوتوبس دي? ليها اثانية ولا هي بس كده? لا هي ليها اثانية. يعني الهايدروجين ده اسمه آآ اللي هو الهايدروجين طيب الهايدروجين اسمه والهايدروجين اسمه تمام? طيب مين في التلاتة دول او دول ما عندوش اي لو انا جيت شوفت هنا في الاولانيه في سيبقى زيره. يبقى هنا بكم? بزيره. طب هنا number two minus one number three minus one بكم? بطو. بين فيهم اللي هو عندو او ما عندوش نيوترون اصلا. يبقى هو ايه? اللي هو حنتكلم بقى دلوقتي على ايه هو الالكترونيك كونفجريشن. ايه هو الالكترونيك كونفجريشن? لو انا جيت اعمل الالكترون في الانرجي لازم سيه. طبعا من البداية احنا ماتفقين ان الكي بتاعته اقل من ال ال. والل اقل من الام من الام والام اقل من الام يعني من الصغير الكبير الكي صغير وهكذا كل ما ببعد كل ما الانرجي بتزيد طبيعي ان انا باملى الصغير بعد كده باملى الكبير طب انا عندي الصوديوم اللي احنا قلنا عنيها من شوية هي فيها بياخد كام? بياخد هي في السيركل اهي معمولة اي? تمام? الانرجي الاكترون لو عدينا دي او الدرير دي احنا لقيها ايه? اه ايه طيب الانرجي الاخير اللي هو الام هياخد اللي هو الباقي عندي تمام? لما باقي اعمل مش بمشي تبع الرول الرول دي احنا اخدمها بس عشان نعرف فيه بعد كده حاجة ما هي هتبقى مشي معنا فيه طب لحد السنة دي انا مطلوب مني اعمل ازاي? مطلوب مني اعرف ان الكي اللي هو الانرجي اوليني بياخده طب اي تاني بعدي بياخد اكتر حاجة ايه طب اللي بياخده ينفع ياخد اقل ينفع ياخد اقل بس ما ينفعش ياخد اكتر يبقى معنا كده ان لو تخيلت عندي الانرجي دي كده شبه عربيات القدر فحليق ان العربية الاولى التانية تقدر تشيل لحد ايه والتالتة ايه والربعة برضو اقصى حاجة عندنا ايه تبقى ايه فلما باقي يعمل بمشي الرول كده ان انا لازم اقام لالكي الاول تمام بعد كده الال بعد كده الام ولو في حاجة احطها في الام طب تعالوا نشوف الاتوم التانية والتكن النيون عندها كم عندها تاني انا ممكن اعمل كده ممكن اعمل كده جوه وهبتدي ايه ادي الكي بياخد كم بياخد طب انا معايا التاني التاني كده خلصوا يبقى انا كده اخلص بتاعي اخر واحدة هناخد لها هي الكالسيوم تواني الكالسيوم تواني ايه هي بلاس تواني الكي بياخد كان بياخد تو لو خيطت لغبة بقول كده تواني ماينس تو هيفضل كان اتين الال هياخد كم؟ هياخد ايت يبقى بمينس كمال من هنا ايتي تفضل تن طيب الام ينفع حد التن كلهم في الام قلت لا العربيات اللي اترك كل واحدة شي الاقصى حاجة ايت تمام فهحط هنا كان ايتي بقى مينس ايتي تفضل تو هحطوهم في الايه في الان يبقى هنا اخرها كان اخر حاجة عندنا في الدرس بقى هي اللايف ابليكيشن اللايف ابليكيشن يعني ايه يعني يا طرح الحاجات اللي انا اخدتها في الكمس تريدي حقدر اصادينها في حياتي طبعا هي الكمس يموجودة في كل حاجة في حياتنا بس الجزء اللي انا هتكلم عنه دلوقتي بتكلم عن ايه هي اللي هي القسمة ده تمام هتكلم عن هي عبارة عن او كينيكا ايه كومباون يوز تو تو يعني ايه يعني ايه يعني بتزود من جودة المحصود يعني لو قال لي جيب ريجون يعني زيادة انتاج المحصول طب ايه هي اللي عندي مادة اسمها ان في والن دي سيمبل احنا اخدناه اللي حفظ بقى السيمبل زمعية هيعرف ان الان هي السيمبل بتاعي هي تعتبر على دي هي بتتكون من الان اللي هو النايدروجين البي اللي هو والكي هو البوتاسيوم اللي المادة دي هي بتتحط للنبات بس الان ليه فونكشن او ليه فايدة معينة والدي اللي هو الفوسفرس فايدة معينة والكي البوتاسيوم ليه فايدة معينة لو انا بصيت على الفاكتشرز اللي قدامي دي كده حلاقي ان الميتروجين ده ده يعني اهميته بيخلي الورق بتاع النباتة عنده ايه؟ طب الفوسفرس بيسبب بيخلي الروت بساعة بتاع البلانت يبقى ايه؟ البوتاسيوم وفي كده يولاد نكون خلصنا وان شاء الله نزبط مع بعض كده ونعمل بإذن الله وتكون سنة خفيفة عليكم ان شاء الله